مملكة البحرين من دول مجلس التعاون وعدد من المنظمات والجمعيات والشركات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة وعدد من المشاركين من الوزارة استضافت مملكة البحرين فعاليات المنتدى الإقليمي مستقبل التعليم والتكنولوجيا في الخليج 2017 برعاية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم حيث يشارك فيه على مدى يومين أكثر من 350 خبيرا ومختصا بقطاعي التعليم والتكنولوجيا في دول مجلس التعاون الوزير أشاد بالمشاركين في هذا المنتدى التربوي المهم وبالجهود المبذولة في تنظيمه منوها بأهمية موضوع المنتدى لهذا العام وهو دور التحول الرقمي في التعليم وما يمثله من فرصة متميزة للطلاع المعنيين بقطاع التعليم الخليجي على أحدث التطورات العالمية في مجال دمج التقنية في التعليم نحن في مملكة البحرين ولله الحمد بفضل توجهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدح حفظه الله ورعاه بالعمل من خلال مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل نفتخر دائما بأن هذا المشروع دشنا من قبل جلالته الكريم حفظه الله ورعاه في 2005 والذي نقل مدارسنا من فصول تغليدية إلى فصول ألكترونية تتناسب مع الطموح لأبنائنا وأيضا تطلعاتهم إلى الاستفادة والرقي من خلال التعليم والتعامل مع المنظمات الحديثة التي أصبحت واقعا ملموسا في الفصل الدراسي وبعد ذلك توسعنا والله الحمد أيضا بدعم من جلالة الملك حفظه الله ورعاه نتيجة توجهات الملكية عندما أمر بالبدء في مشروع التمكين الرقمي هذا نقل مدارس وزارة التربية والتعليم خطوة متقدمة إلى الأمام وعزز ذلك أيضا على الصعيد العالمي وجود جائزة الملك حمد حفظه الله ورعاه فهو أيضا الداعم الأساسي لمسيرة التعليم والمسيرة تطوير التعليم بالذات على وفق المنظمات الإلكترونية فله الفضل دائما من جهته قدم السيد مارك شابان ممثل شركة مايكروسوفت عرضا حول البرامج والتطبيقات الرقمية التي قامت الشركة بتطويرها من أجل الارتقاء بجودة العملية التعليمية أنا سعيد بوجودي في مملكة البحرين مرة أخرى تحت رعاية سعادة الوزير وأود أن أشكر جلالة الملك على دعمه الكبير لقطاع التعليم في مملكة البحرين هناك تحولات كبيرة في قطاع التعليم في العالم بشكل عام وخصوصا هنا في البحرين التي تعمل بدمج التكنولوجيا في التعليم وهناك 200 معلم معتمدين كمعلمين مبدعين فجهودهم والتزاماتهم أسهمت بشكل كبير في هذا التحول التكنولوجي في الصف الدراسي وأتمنى أن يتواصل هذا الالتزام وهذه الجهود نظرا لاختلاف الطلاب وخصوصا فئة ذو الإعاقة التي تسعى وزارة التربية والتعليم دائما لدمجهم في هذا التطور بدورها ألقت الطالبة ريم أحمد من مدرسة الحد الإعدادية للبنات كلمة حول تجربة مدرستها في تطبيق مشروع التمكين الرقمي في التعليم وما حققه المشروع من نقلة نوعية في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم وكان الموضوع عن التمكين الرقمي أو إدخال التكنولوجيا في التعليم في مملكة البحرية وطبعاً هو مشروع يديد لكنه ودي فيدنا كطالبات في المدرسة حيث أننا مثلاً نم جانب التعاون بيننا يكون في إبداع في إنتاج المشاريع مثلاً المشاريع لا تكون تقليدية تكون فيها إبداع ينم شخصياتنا ويعطينا خبرة أكثر في هذا الموضوع من جانبها أكدت السيدة جيري بارتون مديرة مؤسسة المشاريع التعليمية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية أهمية تعزيز معايير الجودة والإبداع في مجال التعلم الإلكتروني مشددة على أن الاستثمار في هذا المجال هو استثمار في مستقبل الدول باعتبار التعلم حجر الزاوية في بناء الإنسان القادر على العطاء بكفاءة في جميع المجالات بعدها افتتح الوزير المعرض المصاحب للمنتدى والذي شهد مشاركة عدد من المدارس المطبقة لمشروع التمكين الرقمي في التعليم والتي استعرضت أبرز قصص نجاح طلبتها ومعلميها في تطبيق تقنية التعلم الإلكتروني